في موضوع يعني هو يبدو انه ممكن محدش يهتمي بيه اوي لكن في ظل الحالة اللي فيها الشارع المصري دلوقتي اقدروا لحضراتكم انه في اهتمام في الشارع واهتمام حتى بين السكان وبعضيهم وجدل ما بين السكان وبعضيهم وجدل ما بين عمارة وعمارة وجدل ما بين في منطقة فيها حالة جدل يومي شبه يومي ما بين لو واحد بس معترض ومجموعة كبيرة مؤيدة فحتلاقي انه المعترض ده عامل دوشة والمعترض ده دايما يعني عارفين ممكن يزل الشارع لا موضوع الكلاب ده لازم يتشوف له حل موضوع الكلاب باين من الامر كده انه يعني ايه هو ايه الموضوع لا ياخده موضوع ما يستحقش لا هو يستحق لان حضرتك انت ما بتموت كلب اما بتسمم كلب اما بتعتدي على كلب اما بتهين كلب بتهين كلب يعني ايه يعني لحضرتك الكلب بيش احتاج منك حاجات حضرتك الكلب الجري عليك فانت بتتعامل معاه برفق تسيب له شوية مية تسيب له شوية اكل على سيب له مية تسيب له اكل تسيب له لكن انت المشكلة ان انت ما بتعملش ده المشكلة انت بتأذي وفي ناس طبعا في المقابل لا ناس بتحسن المعاملة لأنه يعني وما من داب بتم في الأرض ولا طير يطير بيجي نحي إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من الشي وما من داب بتم في الأرض إلا على الله رسكوه ويعلم مستقره ومستودعه ده القرآن وكافة الأديام بتحسن أو بتحض على المعاملة للحيوانات والمعاملة لمخلوقات ربنا والآخر ولكن في النهاردة فيه جديد فيه مسألة ضرورة التعامل مع ما يسمى الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع يعني إنجاز التعبير وده كان فيه الصحة والزراعة والمجتمع المدني والخدمات البيطرية والطب الوقائي يعني حضرتك شايف أنه الموضوع يستحق آه يستحق لأنه إحنا فيه حادثة حصلت من كم يوم كده فيه تقريبا فيها ربط الأهرام أول وآخر وإن كان إحدى المهتمات بهذا الأمر أبن إسبوع وعشر تيام إنه أحد الكلاب جريت وراها فالحقيقة ما استوعبتش الأمر فأدت إلى هبوط في الدورة الدموية وتوفت ربنا أرحمها رحمة الواسعة فالناس في نوقتها فيه حالة آه آه آمت في هذا الإيطار عندي في الفكرة نفسية الناس بتقول لك إنه فيه ستة ونصف مليون كلب ضال فيه القاهرة والجيزة وضواحية يعني أكتر محافظين يعني اللي هي القاهرة والجيزة إنه فيه عقر الكلاب وإنه البناء آدم والبحيرة برضو بتنضم لهذا الأمر إنه التلت محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة إنه الكلاب الضلة بتبقى موجودة هو لآخره البناء آدم بيصير في الشارع كده بيلاقي الكلب بيجري وراه فبالتالي بيتعامل معاه إنه هو بيجري فالكلب يزيد السرعة وبالتالي الكلب بيعتبر إنه ده خطر عليه فبيعضه مثلا أو يعقوره زي ما احنا بيقول كده بالعربي وزير الصحة بيقول إنه إنه حالات العقر بالنسبة للكلاب اللي بناء آدمين زادت بالنسبة 20% احنا بنصرف 146 مليون جنيه صرفناهم في 2019 بسبب موضوع توفير الأمصال ووصلت المسألة الحد 151 مليون في 2022 ومر الشرح للزيادة قد تصل إلى 500 مليون جنيه دي الأمصال لتوفير الأمصال بالنسبة للبناء آدمين في حال تعرضهم للعقر من جانب الكلاب الدكتور خالد عبد غفار برض أكد أن وزارة الصحة توسعت في مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضرة في كافة المحافظات والعمل مستمر في هذا الإطار السيد نابق أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كان في اجتماع النهاردة زمانتر حضراتكم كده وتوسروا العلد من التوصيات المهمة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة تشكلت لجنة عليا برئاسة وزير الزراع لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع عدوية كل من ممثل وزارات التنمية المحلية والصحة والإسكان والتخطيط والمالية والتربية والتعليم والتعاون الدولي والبيئة فضلا عن ممثل الهيئة العمل للإستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام وأن شقر فبراير هيشهد استعراض الخطة التنفيذية والجدول الزمنية بحضور وزيرية الزراعة والصحة ليكون بمثابة إعلان عن الانطلاق لتنفيذ الجدول الزمن الدكتور أيمان محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازب اللي هي العامة لخدمات البيطرية قال إن الإحصاءات اللي تم إعدادها بتقول زي ما قلت لحضراتكم إنه 6.5 مليون كلب ضال موجودين في القاهرة والجيزة وأن هناك حرص على إعطاء التطعيمات للكلاب أنا أتمنى طبعا إنه المسألة تمشي في الإطار ده يعني الإطار ده يعني كل أطراف دي موجودة محدش حرد حرد على قتل الكلاب حرد على التعامل الفج والتعامل الغير آدمي مع الكلاب والقطط والمخصوصاً الأيام دي يعني أنا بشوف مثلاً في القطط مهازر بتحصل يعني أنا بشوف دوقتي قطط مشبلة دي بيسموها شرازي بقت موجودة في الشوارع بصورة أكبر بكتير جداً من مكان متوقع والحياة القطط دي لما بتنزل الشارع بتقعد 4-5 أيام وبتموت لأنها لا تتكيف تماماً مع الشارع لأنه بتقضي تقريباً 7-8 سنين من حياتها في البيت فجأة صاحبها بيصربها أو صاحبتها بتصربها في الشارع فمن حياتها لا تتكيف مع الأمر فيها بتموت لأنها ما بتكونش خالص وما بتكونش أكل الشارع بالصورة المطلوبة ترجمة نانسي قنقر